السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة اللقاح هل هو جائز في رمضان ام لا سؤال كتر عنه الحديث خصوصا في ظل جائحة الكورونا الجواب باختصار هو ان الصيام معناه الامساك عن الطعام والشراب وكل ما دخل من منفد المنافذ هي الفم وهي العين الادن الانف والقبل والضبر والعلماء قصدوا بان يكون لك غايته الاطعم فباختصار العلماء قالوا بان الحقنة عادة تكون جائزة اذا كانت في العضل اما اذا كانت في العرق فقالوا بانها ممنوعة لانها من المنفذ الذي يتسرب اليه الطعام الى الجسد والبعض الاخر قالوا لا قالوا بان اذا كان هو مقوي ويعطي طاقة للانسان حرام لانه فيه منع اما اذا كان غير مجرى الدواء وعلاج فلا احد يشتهي العلاج والدواء لكي يأكله لكي يشبع ومن ثم قالوا بان اللقاح في رمضان هو يدخل في هذا السياق بانه امر مباح خصوصا في الضرفية الرهنة انه يمتنع على الطاقم الطبي ويمتنع على المرافقين الصحيين انهم يقومون بعمل اللقاح في المساء مع الحضر في التجوال ولا يبقى الا النهار والنهار هو موجب الصيام ومن ثم يبقى الامر على ما اعتقد حسب القواعد الشرعية انه امر مباح مرتبط بالمصلحة مرتبط بالضرورة والاضطرار وايضا مرتبط بمقاصد الشريعة الاسلامية ان المقصد من الصيام هو الامتنع عن شهوتي البطن والفرج ولا احد يشتهي ان يأكل اللقاح واسأل الله تعالى ان يشافي جميع مرضانا ومرضى المسلمين اجمعين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة